برضو جاينا سؤال برضو بيقول هل المنشطات الجنسية حلال أم حرام وما حكم الشرع فيها؟ طبعا حرام قولا واحدة إلا إذا كانت هناك باستشارة الطبيب يعني إذا أعطى الطبيب لهذا المريض لأنه حتى لا يقصر في حق زوجته فالطبيب أدرى وأعلم لكن إن الشخص يأخذ منه نفسه كده المنشطات لا قد تأتي بنتائج عكسية وبدلا من أن يكون لديه الرغبة والقدرة والنشاط تأتي بالعكس فبهذا قد هدم حياته الزوجية ولذلك ترك الأمور على طبيعتها أفضل بكثير من أخذ المنشطات وما إلى ذلك يعني المتدول في الصيدليات فضلت الشيخ بنلاقي في الصيدلية في نسبة روح تشتري بعض المنشطات بأسماء متدولة يعني بأسماء دي هل ده يعني لا يجوز أو من الزوج خلاص في بعض الأزواج ما بتقدرش قيم العلاقة الزوجية إلا لما بياخد هذه المنشطات فدوة نقوله يعني يلجأ للطبيب الأول وهو اللي يكتبها له إذا أشار عليه الطبيب بأخذ مثل هذه الحبوب أو هذه المنشطات يبقى في هذه الحالة يتحمل الإثم أو يتحمل الأجر الطبيب إنما ليس من حق الرجل أو المسلم أن يأخذ هذه المنشطات منه نفسه كده لقد تأتي زي ما بولا لحضرتك بالنتاج عكسية بل قد تكون سبباً والعياذ بالله في أمراض قلب مزمنة بل قد تكون هناك هذه المنشطات سبباً للسكتة القلبية لأنه بتدي الجسم قدرة وطاقة وقوة أكثر من الباور بتاعه فبتكون النتيجة بتيجي نتيجة عكسية فلذلك يجب على المسلم أن يكون فاطناً لهذا الأمر يلجأ للطبيب المتخصص زي ما ربنا قال فاسأله أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون مش بس في الدين لا في كل المجالات الحياتية التي نعيشها طيب جاينا سؤال برضو آخر بيقول حكم من يقبل أولاد خالته الكبار يعني ليه أولاد خالة كبار يكبروا عن السن بعشرين عاماً وفي المناسبات أسلم عليهم وأقبلهم كأخوات الكبار قولاً واحداً لا يجوز لا يجوز أقدر للفتنة والفساد وما إلى ذلك يعني أنا قد أتحكم في نفسي وقد لا تكون لدي نية سيئة ولكن لا أعلم من أعامله أو هل هو بنفس الدرجة أم لا فترك لهذا الأمر أفضل طبعاً بلا شك لأنه يعني نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يعني يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحل له قط يعني كل نساء الدنيا لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحل له أو إلا زوجاته صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله العسوة والقدم